اشهدت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بن تبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله بعطاء وتفاني المرحومة عائشة يتيم إحدى رائدات العمل النسائي والتطوعي في مملكة البحرين منوهة بدورها الكبير في تأسيس جمعية نهضة فتاة البحرين في الخمسينات من القرن الماضي وما بذلته من مساع مخلصة أسهمت في تشكيل الملامح الأولى لمسيرة العمل التطوعي الخيري والتنموي جنبا إلى جنب مع الجمعيات النسائية الرائدة التي يعود لها فضل تقوية دعائم المسيرة النسائية التي نشهد نتائجها الباهرة في يومنا هذا وباركت سموها حفظها الله إصدار النسخة المترجمة للعربية من الكتاب ذكريات البحرين الذي ألفته المرحومة منذ عام 1992 منوهة بالجهد المبذول في الكتاب الموثق لسيرة الراحلة والمجسد لمسيرة عملها والذي يلقي الضوء على رحلة تطور المجتمع البحريني في مرحلة تاريخية تشكلت فيها ملامح النهضة الوطنية الشاملة جاء ذلك خلال استقبال قرنة عاهل البلاد المفدى صباح اليوم بمقر المجلس عائلة المرحومة عائشة يتيم وأعضاء مجلس أمناء مركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري كما نوهت سموها بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ومركز عائشة يتيم للإرشاد الأسري وذلك في إطار استراتيجية وطنية لحماية الأسرة من العنف الأسري مشيدة بالجهود النوعية للمركز والمتمثلة في تقديمه للخدمات الإرشادية واعتماده للتدابير الوقائية لخفض حالات العنف الأسري ودعت سموها حفظها الله في هذا الصدد إلى تكثيف برامج التوعية بالحقوق والواجبات والثقافة القانونية للشباب من الجنسين وفق برنامج متكامل ينفذ بالتعاون مع الجهات المعنية مؤكدة سموها على استعداد المجلس الدائم لتطوير التعاون مع جميع المؤسسات والهيئات المعنية بالإرشاد الأسري هذا وثمنت عائلة المرحومة عايشة يتيم وأعضاء مجلس أمناء مركز عايشة يتيم للإرشاد الأسري جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى حفظه الله من خلال رئاستها للمجلس الأعلى للمرأة الذي ثبت أركان المرأة البحرينية ودفع بها لتحقيق العديد من الإنجازات وأوصلها لمراكز صنع واتخاذ القرار وزاد من نسب تواجدها في القطاعين العام والخاص لتكون بحق شريكا متكافئا مع الرجل في بناء مستقبل هذا الوطن ترجمة نانسي قنقر